السلام عليكم ورحمة بكم متابعيشين الفيا اكاديمي في فيديو جديد قبل ما نبدأ ما تنساوش باش تعملوا ابورنيا علشان يوتيوب متاعنا باش كي يوصلكوا بكل جديد باذا كان عندكم اي سؤال تنجموا تصلوا بنا على الباش فيسبوك متانة وتنجموا تزوروا زادة الباش متانة تلقاوا فيها عدة تلخيص وتماريل مع الاصلاح سرية ديز اكزرسيس يعاونوكم سنوات السابعة للباك في المواد الكل الفيزيك مات سيانس اه انجلي فرانسي اه اه اراب دونك اه اليوم باش نبدأوا درس جديد اللي هو درس تكاثر عند الطيور المواجهة لسنوات السنة ثامنة اه اساسية نبدأوا باة مقدمة صغيرة ضنك اه الطيور يتكاثروا عن طريق وضع البيض فهي حيوانيات بيوضة ضنك تتكون البويضة عند الانثة في المبيض ثم اتوقع ديروا بعد نزجها في قناة البيض حيث تحاطوا بالح بالغشاءين والقشرة الكلسية فتتحول تدريجيا الى بيضة. نحن الطيور هي تتكثر عن طريق البيض. الخطر هي هي حيوانات بيوضة. البيضة هي تتكون عند الانثى وبعدك تستنى النضجة متاحة في قناة البيض واكتمال التكون متاحة تدريجيا باش تتحول لنا الى بيضة ثم الى جنين باش نتعرف على كيفيش اه تتير العملية هذية باش نبديو مكونات البيضة كما قاعدين نشوفوا في التصويرها الولانية اللي هي اه مكونات بيضة غير ملقحة دونك الواحد هي غرفة التهوئة اه الثنين اللي هو المح الثلاثة اللي هي نوات اه الاربع اللي هي القشرة التلسية الخمسة اللي عنا الغشاء اين الستة اه اللي هي الاح و اه رقم سبعة اللي هو رباط الاح دونك اه هنين شنين الفرق ما بين التصويرين نزوز دونك اه في المكونات البيضة غير ملقحة تحاطو بيضة الدجاجة بقشرة تلسية رقيقة وتحتوي على المح او اصفر البيض والاح او ابيض البيض الذي يحيط بالمح بالنسبة لمكونات البيضة ملقحة هي تحتوي على بيضة ملقحة تحتوي البيضة ملقحة على المكونات السابقة اه اللي اذكر ديها وعلى جنين الجنين اللي هو الهنيه بالاحمر دونك الذي يتكون اسرى الالقاح دونك في المكونات البيضة الغير ملقحة عن الناوات يعني عادية في البيضة الملقحة يتكون لنا الجنين به توقف شذوذو تعرفوا اكثر فين تصير عملية التكون البيضة دونك بالنسبة لنبدأ بالجهاز التناسولي عند الدجاجة نبدأ بالجهاز التناسولي الذكري اللي هو يتكون من غداد التناسولية اللي هي الخصيتين وهي تقوم بانتاج الحيوانات المناوية او الامشاجة الذكريا وبالنسبة للمسالك التناسولي اللي هي تتمثل في قناتان مناويتان وبالنسبة للفتحة التناسولية اللي هي فتحة المقدرة نتعرف تويك على الجهاز التناسولي الانثوي اللي هو يتكون من غداد التناسولية اللي هو المبيض اللي يحتوي على عدد كبير من الكريات الصفراء مختلفة الحجم كما قادرين نشوفوه هنا في تصويرها التي تمثل بويضات وهي الخلاية التناسولية الانثوية وبالنسبة للمسالك التناسولية عندما تتم البويضة نضجها داخل المبيض تغادره الى قمع في الجزء العلوي لقناة البيض كما قادرين نشوف في تصويرها ثم تنتقل تدريجين في الجزء السفلي حيث تحاط تدريجين بالأحف ثم تحاط في جزء السفلي لقناة البيض بغشاء رقيقيين وبغلاف كل سواق تستغلق عملية تكوين البيضة في المسالك الانثوية حوالي 24 ساعة تصل إثرها الى فتحة البيض ومنها تطرح الى الخارج عبر المقبرة فتحة التناسولية اللي هي المقبرة اللي كما قاعدين نشوف في تصويرها هذي اول حاجة هي تتير في المبيض يكون لنا بويضات بعدك بويضات الكمية هطف القمع يتكون تدريجيا الأحف ثم يحاط بغشاءين رقيقيين وبغلاف كل سواق الى ان تخرج من فتحة المقبرة فهو كمشو تعرفوا على مراحل الضرورية لتكوين الفرخ مراحل الضرورية لتكوين الفرخ هي اول مراحلة اللي هي القاح او الاخصاب معناها البويضة والحيوانات المنوية سيتم الاتحاد امتاحا كيفاش تصير العملية هذي يقضي فديك عند السفيد سائل المنوية في المسارك التناسولية للدجاجة ويحتوي هذا السائل على خلايا صوتية متحركة تعرف بالحيوانات المنوية وهي تمثل الخلايا التناسولية الذكارية او الامشاج الذكارية تصعد الحيوانات المنوية الى الجزء العلوي كما قاعدين تشوفوا من هنا تصعد الحيوانات المنوية الى الجزء العلوي من القمع لقناة البيض كما قاعدين تشوفوا في التصوير المسار الحيوانات المنوية اللي هو بنفسجي وبالنسبة لما صار البويضة اللي هو اللي بالأورنجة باهي دونك نتبع مع بعضنا تصير استفاد دونك يقضف ديك الحيوانات المناوية في المسالة كتلسورية للدجاجة دونك الحيوانات المناوية ديك تطلع على فوق الجزء العلوي لقناة البيض وتحيطوا بالبويضة كما قاعدين نشوف في تصويرها هذي دونك وتحيطوا بالبويضة ثم يدخل أحد الأمشاج ويحد بركة وليدخل في البويضة وتتحد نماتيهما فتتكون الخلية خلية البيضة تعرف هذه الظاهرة بالإلقاح أو الإخصاب هذه عملية الإلقاح أو الإخصاب دونك يتم الإلقاح عند الدجاجة في المسالة كتلسورية فهو إلقاح داخلي تتحول إصرها البيضة غير مخصبة إلى بيضة مخصبة تخضع هذه الخلية البيضة لعدة انقسامات بعض فيتكون الجنين وهو متعدد الخلايا طبي كاركزوا شوية في مرحلة التفريخ اللي هي تجي تلي مرحلة الإلقاح دونك بعد ما يصير يتكون لنا نحن الجنين ويصير الإلقاح كما قلنا في الجزء العلوي لقناة البيض بيش تبدأ طهبة البويضة تدريجية بيش تخرج من فتحة المقديرة أول حاجة بعد ما هي تخرج من قناة المقديرة دونك يصير التفريخ التفريخ هو لزمه مدة معينة ودونك تحزن الطيور بيضها فترة معينة تختلف باختلاف نوع الطيور يتحول خلالها الجنين إلى فرخ وهو ما يعرف بالتفريخ دونك التفريخ هو شنوه؟ هو بعد ما تبيض البيضة العظم تاح تقعد تحته بيش هذيك سابيوها فترة الحظر بيش الفترة هذيك بيش يتحول أكل الجنين إلى فرخ دونك كل نوع من الطيور عنده الفترة معينة بالنسبة للجيش 21 يوء بالنسبة للحمام والسمان هو 18 يوء وبالنسبة للديك الرومي والبط 28 يوء دونك يكتف الجنين خلال هذه الفترة بيستهلك مدخرات البيضة المتمثلة في المح والقح لتغذيته وبناء مختلف أنسجته كما يمتص الأملاح الكلسية المتوفرة في القشرة لبناء العظام ونمويها خلال فترة التفريخ معناها كما قاعدين نشوفو دونك مرحلة التفريخ هي يقعد معناها فترة طويلة فكل فترة هذي كمني بش يتغذى كالجنين بش يتحول إلى فرخ يتغذى من مكونات البيضة اللي يسميناه مقبيلة المح والقح وحتى من القشرة الكلسية هي تسافي بناء العظام كما قاعدين نشوفو في التصويرات أتورى التفريخ دونك في اليوم الولاني من الحظن كيفاش معناها العظمة الوائلة البويضة كيفاش شكلها بالنسبة من النهار الولاني للنهار الرابع من النهار الولاني للنهار الرابع شنه هي التغيرات تكون الجنين على سطح المح متسلا بأوعية دموية لتغذيته اللي قاعدين نشوفو ماذا هما الأوعية الدموية بش يتغذى هو من المح وبالنسبة من اليوم الخامس إلى اليوم السابع من اليوم الخامس إلى اليوم السابع شنه يصير نمو الجنين وتكون أعضاء جسمه هاي كبديت تظهر بشوية بشوية لأعضاء متاحه وبالنسبة من اليوم الثامن إلى اليوم العشرون يتواصل نمو الجنين مع تكون الزغب اللي هو معناها الشعر المتاعه بداية يتكون دونكن ها اليوم واحد وعشرين يكسر الفرخ القشرة الكلسية بمفرده ويخرج من البيضة تعرف هذه العملية بالتفريخ هذه هي عملية التفريخ طويقة اللي فما عوامل اللي هي تساهم في هذه العملية التفريخ دونك لازم هو بشي يتير هي كتير فترة الحظن مريق لا نحن نجمو نوصل نتحصل على فرخ معناها يتطلب التفريخ عوامل ضرورية لابد من توفرها عند الحظ وهي نبدأ التهوئة يحتاج الجنين إلى كتلة من الأكسجين للتنفس بش يتحصل عليها عبر ثغور القشرة التلسية الرتوبة يعني تعتبر رتوبة ضرورية لتطور الجنين وتحوله إلى فرخ الحرارة لازم الحرارة المثلة للتفريخ عند الدجاج هي أربعون درجة معناها أقل من الاربعين ما تصيرش عملية التفريخ وإلا أكثر من الاربعين كيف كيف ما تصيرش التفريخ دونك تمكن الحرارة المنائمة للجنين من الخروج من كومونية واستقناف تطوره إلى الفرخ دونك والعامل الرابع اللي هو عملية قلب البيض دونك لازمها البيضة ما تقعدش فرد بلاسة لازمها تتقلب تقلب الدجاجة البيضة بمعدل أربع مرات في اليوم وذلك خلال الفترة الممتدة من اليوم الثاني إلى اليوم التاسع عشر من الحظ تهدف العملية التحريك البيضة وقلبه إلى منع التساق المح بالقشرة الكلسية في نهاية الحظ يكسر الفرخ القشرة الكلسية بمنقاره ويخرج من البيضة ويعرف ذلك بالتفقيس شكرا على المتابعة وستنعونا في فيديو جديد وزورونا على الباجون بتاعنا الفيا أكاديمي بانكم تلقوا فيها عد التراخيص بتاع دروس وتمالين بالاصلاح وشكرا على المتابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر